تعرفت فتاة على شاب أجنبي عن طريق الفيسبوك وفي البداية كان إعجابا بهذا الشاب ثم تطور الأمر ليصبح حبا وعليه أبدى الشاب استعداده لدخول الإسلام والزواج بها وبالفعل قام الشاب بإرسال ألف ومائة وخمسين دولار وقال لها عليك بإجراء تحاليل الدم والقلب والكبد وتحاليل أخرى فردت عليه الفتاة تحاليل الدم كافية فرد عليها أنا أحب أن تجري جميع التحاليل لنرتاح قبل إتمام الزواج قامت الفتاة بعمل ما طلبه منها وأرسلت له كل التحاليل فأرسل لها مرة أخرى عشرة آلاف دولار لكي تطمئن ويثق أهل الفتاة بجدية الشاب على الزواج واتفق معها أنه سيحضر لبلادها لتسافر معه وبالفعل جاء إليها ثم أخذها معه بعد أن أخبر أهلها بأنه سوف يأخذها لعدة أيام في الخارج ثم تعود إلى ديارها وبالفعل سافر لكن الفتاة لم تعود ثانية إلى ديارها واختفت واختفى معها هذا المجهول القادم من حيث لا يعلمون وعندما لاحظ أهل الفتاة اختفاء ابنتهم وعدم عودتها قامت عائلتها بإبلاغ الشرطة على الفور وبعد ثلاثة أيام اتصلت الشرطة على العائلة وأخبرتهم أنهم وجدوا الفتاة في بلادهم لكن مع الأسف الشرطة وجدت جلد الفتاة فقط مجردة من جميع أعضائها واكتشفت أمر الرجل الذي كانت معه وعرفت من التحريات أنه يعمل في منظمة دولية لبيع الأعضاء وعرفوا أن الفحوصات والتحاليل التي كانت ترسلها له ما هي إلا معلومات كانت تهمهم عن الضحية لمعرفة كل شيء عن أعضائها وفصيلة دمها ليكتمل ملفها حتى يأتي ويأخذ كل أعضائها قد تدخل هذه القصة في دائرة صدق أو لا تصدق لكنها قصة حقيقية واقعية بطلتها هذه الفتاة ضحية الفيسبوك وفي هذا الزمان الذي نعيش فيه كل شيء من الممكن أن يحدث لقد أصبح الإنترنت اللصة الخفية الموجودة في غرف أبنائكم وبناتكم ومع الأسف سوء استخدامه هو الذي يعرض أولادكم للخطر إن لم يحسنوا استخدامه فاعتبروا يا أولي الأبصار وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير